الاسوأ ان تطلع واحدة ست انا باستغرب قوي على ستة تفضح ست باستغرب جدا يعني لما لاقي ست تكشف عورة ست باستغرب الحكاية دي قوي لان الستات معروفة عنهم انهم يدافع عن بعض دي مسيحية دي مسلمة دي بوزية بس اي ست حد هيتعرض لها بقى اذا تلاقي الستات وقفوا معاها انما تكتشف ان فيه صحفية حقيرة ووضيعة وسفلة راح تكتب عن اسراء الفتاح الليالي الملاح ومش عارف ايه بتصهر للفجر وعملت اسراء دي انها سنية ما طمناكش او عزيزة مش عارف الرعاش والله العزيز كتبت تحقيق صحفي صورت فيه ببساطة ان اسراء دي دعيرة ببساطة يعني يعني انخلص وانها كذا وانها كان بتصهر للفجر مع رجالة التحقيق كله يعني يتقدم للنائب العام والصحفي دي تروح في دهية او مقرم محمد احمد ياخد الصحفي دي وديها السجن انا مش بدافع عن اسراء ومقولش انها سيدة نفيسة بس انا بدافع عن الخصوصية ما داخل هذا الكلام لو كان حقيقي بان اسراء تخش السجن يعني بقى انتوا سايبين فيفي عبدو الرقاصة تعملوها امه مثالية وتيجوا على واحدة زي دي مسجونة دوية بتتعذب تطلعوا بقى انها كتصهران للفجر مع رجالة وده شأنه ايه بالقضية ده لو في قضية ايه شأن ايه داخل خصوصية شخص بيا سيدي بتذكر بتشرب يا خين اختضب سيدنا عمر قال له انت عملت تلات مخالفات انا سكرت ببيتي انت بقى عملت تلات مخالفات الجسست يا جماعة دي شؤون خاصة اتعلموا بقى ان ده شأن خاص وليس دفاعا عن اسراء ولكن دفاع عن الخصوصية الدكتور جماعة اسطار كان قاعد هنا بيقول اذا ظننت لا تحقق يعني اذا ظنيت ان الراجل ده راح يذكر ما تمشيش وراءه عشان تثبت انه بيذكر ولا ده الدكتور جماعة اسطار اللي كان بيقول كده لسبوع اللي فات يوم الاربع ما تعملش كده دي خصوصيات الناس الستة عاملة تحقيق صحة في وان اسراء قال ليالي مش عارفه لايه وانت اكتشف لها صورة حد نشرها النهاردة واحدة ستة محترمة لها صورة حضنة عادل حمودة هي الصحفية عادل حمودة واخدها بالحضن كده طيب ما تشوفي نفسك ما تشوفي نفسك بس دي صحافة واعلام السيسي